موساهمة بناءة في فعاليات هذه الندوة أيها السيدات والسادة كما نعلم جميعا فقد ظلت هذه المنطقة منطقتنا العربية وما جاورها تشهد تطورات وتحولات واسعة وعميقة شملت كافة مناحي الحياة سياسية كانت اجتماعية اقتصادية بفعل عوامل شتى منها تفاعلات الواقع المحلي تدخلات القوة الأجنبية تأثيرات التحولات الكبرى كل هذه التحولات كانت خلال العقود الماضية ولكن وتيرة هذه التحولات تسارعت بشكل لافت منذ اندلاع ثورات الربيع العربي قبل نحو ست سنوات من الآن أدت هذه التطورات إلى اهتزاز أنظمة سياسية كما شاهدنا في المنطقة وتغييرات جزرية في موازين القوة كما ساد المناخ السياسي جديد في المنطقة واجتاحت تدافعات محلية وإقليمية ودولية على إثر ذلك كل دول المنطقة مما شكل لحظة اختبار حقيقية لكافة القوة والتيارات الموجودة وأنا بذلك يعني كل مختلف الطيف الفكري والسياسي في المنطقة سواء كانت قومية أو لبرالية أو ميسارية وبما في ذلك وربما على رأسها القوة الإسلامية أو الحركات الإسلامية وكان من الطبيعة طبعا في ظل تحولات عميقة وحزات كبيرة مثل التي نشهدها في المنطقة أن تستجيب مختلف التيارات والقوة بأشكال مختلفة لهذه التحديات الجديدة التي تعيشها مجتمعاتنا ومما نلاحظ أن هذه الاستجابات ربما قد تباينت وشملت مناحي فكرية وسياسية وتنظيمية لكثير من التيارات السياسية وفيما يتعلق بالحركات الإسلامية هذا هو موضوع ندوتنا هذه المرة لماذا الحركات الإسلامية أولا لأنها باتت لاعبا مهما ومؤثرا في الشؤون المنطقة وما يدور وما يجري على هذه الحركات لم تعد شأنا داخليا خص المنتمين لها أو هذه الحركات بشخصية وإنما أصبحت شأنا عاما يهم الجميع وانطلاقا من سعي شبكة الجزيرة للتنوير والمعرفة والمعرفة وتعميق الفهم بما يدور في منطقتنا ظل مركز الجزيرة للدراسات يضع قضية الحركات الإسلامية واحدة من محاور الأجندة البحثية للمركز منذ نشأته قبل نحو عشرة أعوام فتناول هذا الموضوع بمعالجات شتى صردت في كتب أو في ملفات بحثية أو عقدت العديد من الندوات وهذه الندوة هي امتدات لهذه المجهودات التي بين الحين والآخر تسلط الضوء على ما يدور في هذا الشق من جوانب حياتنا في المنطقة كذلك هدف هذه الندوة هو إثارة الحوار نحن سعينا في أن نجمع للمشاركين في هذه الندوة نخبة من قيادات بعض هذه الحركات الإسلامية في المنطقة بعض المفكرين من داخل هذه الحركات بعض المفكرين والخبراء من خارج حركات الإسلامية تبنون مواقف ربما احتناقضة لها والغرض هو إتاحة منبر للحوار العميق حول هذه التحولات التي تجري في حركات الإسلامية في المنطقة هذه الندوة أيها السيدات والسادة تنظم عبر سلسلة جلسات تبدأ بعد دقائق من الجلسة الأولى التي ستتناول السياقات واختلاف الخيارات في الحركات الإسلامية ثم تعقب هذه الجلسة جلسة أخرى تتناول تحولات الفكرية والتنظيمية في الساحة الإسلامية بعد ثورات الربيع العربي والجلسة الثالثة ستتوقف على تطورات المواقف والتوجهات السياسية داخل الحركات الإسلامية ثم في مساء هذا اليوم رأينا أن قضية فلسطين القضية المحورية في المنطقة العربية أيضا لها سخيلة بهذه التحولات خصوصا وأن التيار المقاوم للعدوان في فلسطين تصدروا أيضا تيارات إسلامية فرأينا أن نخصص أمسية هذا اليوم لجلسة حول المقاومة الفلسطينية وتحولات الربيع العربي بعد ذلك في يوم الغد إن شاء الله ستبدأ الجلسات بتناول دروس من تجربة حكم تجارب بالأحرى من تجارب حكم الإسلاميين في المنطقة ثم بعد ذلك الآفاق المستقبلية ونختم أعمال هذه الندوة بجلسات حوار مائدة مستديرة مفتوحة لمشاركة الجميع دعوني أشير إلى بعض الملاحظات سريعا أولا أنوه إلى أننا حرصنا من أجل تحقيق أكبر قدر من التفاعل الحي والمشاركة الحقيقية في النقاش بدعوة كثير من الشخصيات الفاعلة القيادية في بعض الحركات ونحن شاكرين أن كثير منهم استجابوا وهم حضور بيننا البعض أبدأ استعداده للحضور ولكن ندرك أن طبيعة جدوى الأعمال تتغير بين الفينة والأخرى فللأسف اعتذر عن الحضور كان يفترض أن يكون معنا في الجلسة في التحيي الشيخ راشد الغنوشي ولكن معنا أيضا من قيادة حركة النهضة من سيشاركون في هذه الندوة كذلك في جلسة صباح الغد كان يفترض أن يكون معنا الدكتور عبد المنياب والفتوح وهو أيضا اعتذر في آخر لحظة فضلا عن اعتذار دكتور رحيل غرائبة من الأردن في بعض الضيوف تأخر وصولهم اليوم كان يفترض أن يكونوا في جلسات اليوم ولكن إن شاء الله سيشاركوا في جلسات الغد فيما عدا ذلك رأينا في تنظيم جدول الأعمال أن نتيح فرصة للنقاش داخل هذه القاعة بين المتحدثين الرئيسيين والمشاركين في الندوة جلسات ساعتان كل جلسة ساعة للتفاعل على المنصة ثم ساعة أخرى للتفاعل بين المنصة والمشاركين داخل القاعة ثم الجلسة الختامية هي ساعتين ليسوا هناك متحدثين وإنما هو حوار مفتوح للمشاركين في هذه الندوة في حول كل الموضوعات التي يتم نتطرق إليها من خلال الجلسات الحوارية القادمة نحن ندرك أن الزمن أحيانا قد يكون ضيقا وقد لا يتسع لاستيعاب كافة المتدخلين ولكن طبيعة هذه الندوات المقصود منها فتح باب الحوار والحوار بعد ذلك يمكن أن يمتد عبر منصات ومنابر أخرى داخل هذه الندوة على موائد الطعام وخارج الندوة فالغرض هو فتح الحوار حول قضية نراها هي قضية محورية وهامة في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة وبالتالي ليس الغرض أن نصل إلى خلاصات محددة بقدر ما محاولة فهم هذا التحول الذي يجري ومن بعد ذلك يمكن لمختلف قطاعات المجتمع لاستفيد من هذه المعرفة بالشكل الذي يستفيد منه لا أطيل عليكم أتمنى أولا أن تكون هذه الجلسات مثمرة ومفيدة للجميع وأن تتاح لكم الفرصة جميعا للمشاركة وأيضا أنوح إلى أن الزملائي هنا في كافة إدارات الجزيرة مهمتنا أن نسهل أعمال هذه الندوة ونحن هنا لخدمتكم وراحتكم أغلب زملائي الموجودون هنا على استعداد لخصوصا ضيوفنا القادمين من الخارج إذا كانت لديكم أي تساؤلات أو استفسارات أشير إلى أن فعاليات هذه الندوة منقولة على الهواء مباشرة عبر قناة الجزيرة مباشرة فضلا عن منصات التواصل الاجتماعي التي تربطكم بمتابعين كثر خارج هذه القاعة مرة أخرى أجدد لكم الشكر على تلبية الدعوة أتمنى لكم إقامة طيبة بالدوحة ومشاركة مثمرة في فعاليات هذه الندوة الجلسة الأولى ستنطلق الآن أدعو الدكتور بشير نافع باحث أول بمركز الجزيرة الدراسات لتولي إدارة هذه الجلسة تحت عنوان الإسلاميون بين تنوع السياقات واختلاف التائرات فلتفضل مشكورا شكرا دكتور صلاح السلام عليكم سعد الله صباحكم هذه الجلسة الأولى موضوعها الرئيس هو التنوع التنوع داخل التيار الإسلامي السياسي والداخل الحركة الإسلامية في الملاحظ الخطاب الساعد في الإعلام الغربي يصور الحركة الإسلامية والإسلام السياسي كأنه كتلة مصمتة أو كأنه مؤامرة هائلة على العالم الإسلامي وعلى شؤون العالم في تقرير البريطاني حول الإخوان المسلمين بالرغم من أن الذي مفترض أن الذي أعده خبراء من كافة دوائر الدولة البريطانية قدم تنظيم الدولة الإخوان المسلمين على أنه يعني اختبوط وعقل مركزي رغم أنه الجميع يعرف أنه التنظيم الدولة الإخوان المسلمين ليس أكثر من من نادي أحيانا يلتقي وسنوات طويلة لا يلتقي ولا ولا يلزم أحد هناك بلا شك تنوع كبير في داخل التيار الإسلامي السياسي تنوع له علاقة بالدولة بالكيان يعني كيان النيشن ستيت في العالم الإسلامي يعني هذه الدولة الحديثة تعود الآن في جزوريا إلى نهاية قرن 19 مطعن قرن 20 وفي داخل كل واحدة من هذه الوحدات السياسية هناك ظروف مختلفة وسيقات مختلفة أدت في النهاية إلى استجابات مختلفة من قبل الإسلاميين هناك تنوع يعود إلى الجذور الأيديولوجية للقوى الإسلامية السياسية وهي تختلف بين قوى ديمقراطية قوى سلفية قوى الإخوانية وهكذا وهناك تنوع له علاقة بالبرامج السياسية بالخيارات السياسية وهو الذي أدى كما نعرف مثلا إلى انقسام الإسلاميين الجزائريين إلى عدد من الأحزاب إلى توتر كبير في داخل الإخوان المسلمين المصريين وهكذا هذه المسائل وما يتعلق بها وتجلياتها هي موضوع هذه الندوة سيشارك في هذه الندوة الأستاذ عبدالعلي حامد دين في أقصى يميني الأستاذ عبدالعلي حامد دين أستاذ العلوم السياسية والقنون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط برلماني بالمجلس المستشاريين ورئيس الجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشاريين شغل عضوية الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي منذ العام 2008 وكان مقررا عاما للجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني في الفترة بين 2013 و2014 وهو عضو لجنة مراجعة قوانين الصحافة ورئيس منتذاء الكرامة للحقوق الإنسان والكاتب العام للجمعية المغربية للقنون الدستوري وصدرت له عدة مؤلفات من بينها الإسلام وتكوين الدولة العربية الحديثة بالمغرب على يميني مباشرة الأستاذ نزار كعوان عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رئيس الدائرة السياسية بحزب العدالة والبناء حصل على مجلسة العلم السياسية في موضوع المجتمع المدني والمشاركة السياسية في ليبيا تسلم مسؤوليات عدة منها رئيس كتلة العدالة والبناء بالمؤتمر الوطني العام في الفترة بين 2012 و2014 ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام في الفترة نفسها وكان عضوا في لجنة الداخلية بالمؤتمر الوطني العام وهو عضو مؤسس في اتلاف ثوار 17 فبراير شباط 2011 التي قادت النظار ضد نظام القدافي في شهور الثورة الليبية وكان ناطقا باسم اتلاف ثوار 17 فبراير في اقصى اليسار الصديق العزيز الدكتور غادي صلاح الدين رئيس حركة الاصلاح الآن في السودان تقلد خلال فترة من 91 إلى 2012 العديد من المناصب منها وزير الدولة ومستشار برئيسة الجمهورية وتبوى منصب الامين العام للمؤتمر الوطني وهو الحزب الحاكم في الفترة من 1996 إلى 1998 خرج من الحزب الحاكم من المجلس الوطني في نهاية 2013 ليؤسس حركة الاصلاح حائز على شهادة الدكتوراه في الكيمياء الكلينيكية من جامعة سيري بالمملكة الملتحدة عام 85 وبكاليوريس في الطب والجراحة من كلية الطب جامعة الخرطوم في 1978 وله عدة دراسات منشورة بالعربية والانجليزية حول الفكر السياسي والأوضاع السياسية في الإقليم على ياميني مباشرة الأستاذ محمد جميل وضمنصور وهو رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي في موريتانيا وهو نائب سابق في البرلمان الموريتاني انتخب في العام 2001 عمد الأكبر بلديات العاصمة موكشور أسس في بداية التسعينات مع عدد من القادة الإسلاميين معرفة بالجبهة الإسلامية والسجن بسبب نشاطه السياسي عدة مرات كما عاش اللجوء السياسي في بلجيكا بين عام 2003 و2004 حاصل على الإجازة في العلوم الشرعية من المعهد العالي للدراسات بالبحث الإسلامي بنواقشط وعلى شهادة الدراسات المعمقة من جامعة سيدي محمد بن عبدالله بمدينة فاس له عدة دراسات وأبحاث منشورة في الفقه السياسي والحركة الإسلامية كل من المتحدثين سيساهم بكلمة أرجو أنه من 10 دقائق إلى 15 دقيقة ثم بعد ذلك سنفتح الجلسة للتعليقات والنقاش والأسئلة في القاعة نبدأ بعبدالعلي حام الدين شكراً سيد الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف المرسدين وعلى آل يوصف أجمعين حضرات سيدات والسادة أسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر والتقدير لمركز الجزيرة للدراسات على هذه الدعوة الكريمة وأريد أن أقول بأن طبيعة الإشكالية المطروحة علينا وفي حدود الوقت المخصص تفرض نوعاً من التركيز ولذلك أنا أعددت ورقة سوف أتلوها عليكم كما حضرتها فانطلاقاً من الإطار العام لهذه الجلسة تنطلق هذه الورقة من فرضية أساسية وهي أن السياق التاريخي والسياسي والاجتماعي والتقافي كان له دور أساسي في نشأة الحركات الإسلامية بالشكل الذي عليه الآن في المغرب وساهمت جملة من المعطيات الموضوعية في بناء اختياراتها الفكرية والسياسية وتطوير منهجها في العمل العام أتحدث في هذه النجوة خصوصاً عن تجربة حزب العدالة والتنمية المغربي الذي تم الاعتراف به رسمياً سنة 1996 وسجل اندماجاً سالساً في المؤسسات السياسية بالمقارنة تنسبياً مع تجارب أخرى توجت برئاسة للحكومة ابتداء من يناير 2012 هي تجربة استثنائية بالنسبة لحزب سياسي ينحدر من حركة إسلامية معاصرة تأثرت في بداياتها بأدبيات الإخوة المسلمين قبل أن ترسم لنفسها مصاراً مختلفاً وهو ما يدعون إلى الوقوف عند السياقات التي كانت وراء سيسلة من المراجعات المتواصلة على الصعيد الفكري والسياسي والتنظيمي كما يستلزم إبراز أهم الفوارق الموجودة بين هذه التجربة وبين تيارات إسلامية أخرى السياق المحدد الأساسي هو السياق التاريخي والاجتماعي إن الوضع السياسي والتقافي والاجتماعي الراهن للمجتمع والدولة في المغرب ما هو في الحقيقة إلا انعكاس لتاريخ طويل بحيث لا يمكن فهم الواقع السياسي المغربي الراهن دون دراسة الكثير من الأحداث والوقائع والأفكار والخطابات السابقة التي تناولت سبل تطوير النظام الحكم أو إصلاح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المغرب إن التعايش الموجود مثلا بين التعبيرات التقافية والاجتماعية والقبلية والدينية الموجودة في المغرب لا يمكن فهمه دون استيعاب الأصول التاريخية لتركبة المجتمع المغربي فبالإضافة إلى سكانه الأولين الأمازيغ هناك الهجرات المتتالية من المشرق العربي للمسلمين والهجرات الشهيرة من الأندلس لمسلمين ويهود هاربين من بطش محاكم التفتيش في الأندلس كما أن طبيعة التقاليد السلطانية التي لا زالت قائمة في جزء معتمر منها في المغرب هي ليست وليدة لحظة ما بعد استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي والإسباني وإنما هي امتداد لعناصر تقليدية مستوحات من التاريخ الإسلامي استقرت داخل البناء القانوني للدولة ولعل القواعد الدستورية المغربية اليوم وخاصة ما يتعلق بتحديد فلسفة الحكم وأسسه ومرتكزاته المذهبية رغم صياغتها بقلم دستوري معاصر فقد ظلت محتفظة في مضامينها ودلالاتها بهذه المرجعيات التاريخية من جهة وتلك المستعارة من أنظمة الحكم في التاريخ الإسلامي من جهة أخرى فالمغرب من الدول التي لم تحدث قطيعة مع الماضي وما زال يتمازج فيها الماضي بالحاضر وهكذا حصل نوع من التعايش بين النظام التقليدي والنظام الحديث طبعاً من المشروع جداً أن نطرح السؤال التالي كيف أمكن للفكر السياسي المغربي أن يجمع بين مفردات البيعة والشورى وبين مقتضيات الوعي الدستوري الحديث المقتبس من الحضارة الغربية والمستوردي من الإنتاج الفكر الأوروبي وكيف أمكن تطويع النظام المعرف الفقه الإسلامي المستند في منطلقاته السياسية على نظريات الحكم في الإسلام ليجيب جواباً حديثاً عن مسألة تتعلق حسب البعض ببناء دولة ما بعد الاستقلال لا أريد أن أستطرد في الجواب عن هذه الإشكالية ولكن من المعلوم أن المبادرات الإصلاحية التي عرفها المغرب قبل فترة الاستعمار كانت من توقيع علماء القرويين غير أن سلطة الحماية كان لها تصور مخالف لما ينبغي أن تكون عليه الدولة في المغرب وهو ما فتح أمام رواد الحركة الوطنية المجال لبلورة منظور سياسي ودستور متقدم يحاول التوفيق والتكيف مع مستلزمات الدولة الوطنية الحديثة دون التنكر لمفاهيم التاريخ والامتداد الحضاري الإسلامي ولذلك ليس غريباً أن يكون علال الفاسي والدكتور عبد الكريم الخطيب مثلاً وهما من كبار قادة الحركة الوطنية أن يكون وراء إضافة لقب أمير المؤمنين إلى الملك في أول نسخة دستورية بعد سنة 1962 وهو ما جعل الملك يقوم بالإضافة إلى أدواره الدستورية بمهمة الإشراف على الحق للديني وتنظيمه خصوصاً مع وحدة المذهب الفقهي المعتمد وهو المذهب المالكي أما بالنسبة للسياق السياسي فإن التجربة السياسية لحزب العدالة والتنمية هي في الحقيقة محصلة الكثير من المحددات الموضوعية فالمغرب عرفت تعددية سياسية حزبية منذ سنة 1934 هذه التعددية التي ترسخت مع الاستشارات الشعبية والاستحقاقات الانتخابية المتوالية منذ سنة 1962 بالرغم ما شابها من عمليات تحريف وتزوير إلى غير ذلك كما تميزت التجربة المغربية بطبيعة النظام الملكي الذي يعتبر محل إجماع من طرف القوى السياسية المشاركة وبطبيعة الأدوار استراتيجية التي يقوم بها الملك مثل دور التحكيم في القضايا الخلافية الكبرى بالإضافة إلى قيادة الجيش دون أن ننسى الضور الهام الذي يحتله في رعايته للشأن الديني باعتباره أميراً للمؤمنين إن طبيعة الواقع الاجتماعي والسياسي المغربي جعلته يعرف منذ الاستقلال انفتاحاً اجتماعياً وسياسياً نسبياً وتعددية سياسية مراقبة ومن هنا نفهم بأن المغرب على عكس بعض التجارب المقارنة لم يعتمد سياسة عدائية تجاه الحركة الإسلامية ولم يختر أسلوب تجفيف منابع التدين لمحاصرتها وهو من عكس بشكل إيجابي على نمط التدين السائد بشكل عام وأيضاً على اختيارات الحركة الإسلامية وجعلها متسمة بالاعتدال والوسطية وبالمرونة في الجانب السياسي لقد اختارت الملكية في المغرب مثلاً أن تواجه احتجاجات الربيع العربي بالحوار وتفاعلت مع مطالب الدينامير احتجاجية لـ 20 فبراير بالحوار بالتفاعل السريع مع مطالبه عبر خطام مباشر إلى الشعب يوم 9 مارس 2011 وعبر إصلاح الوثيقة الدستورية التي سجلت الكثير من المقتضيات المتقدمة بالمقارنة مع الدستوري السابق الشباب المغربي أيضاً من جهته الذي أطلق شرارة الاحتجاجات تفاعلاً مع توارات الربيع العربي هو بدوره لم يرفع شعار إسقاط النظام وإنما طالب بإصلاحات ديمقراطية عميقة وطالب بإسقاط الفساد والاستبداد وهو ما كان نتيجة لسياسة الاعتدال والانفتاح السياسي الموزول التي اعتمدها النظام السياسي توجه معارضيه بدرجات متفاوتة منذ الاستقلال إلى اليوم من ناحية أخرى لا يمكن فهم الشرعية التاريخية للمؤسسة الملكية دون الوقوف عند اصطفاف محمد الخامس إلى جانب الحركة الوطنية ورفض الانسياق وراء إغراءات الاستعبار وهو ما كلفه سنتين من المنفى ولا زال المغارب يحتفلون إلى اليوم بتورة الملكي والشعب إن منهج حزب العدالة والتنمية لم يكن من الممكن أن يقفز على هذه السياقات البارزة فهو امتداد لفكرة المشاركة السياسية التي تم تطويرها داخل حركة التوحيد والإصلاح منذ أكثر من ربع قرن هذه الحركة التي تأسست سنة 1996 على إتر وحدة دماجية بين تنظيمات إسلامية سابقة وقد كانت هذه الوحدة نتيجة مصار مراجعات عديدة على الصعيد الفكري والسياسي ويعود طاريخ هذه التنظيمات إلى نهاية الستينيات وبداية السبعينات ومن أبرز ما تميزت به هذه الحركة بالمقارنة مع شبيهاتها في المغرب وفي باقي الأقطار العربية هو نجاحها في ترصيخ منهج التداول الديمقراطي على المسؤوليات سواء على المستوى القياد المركزي أو على المستويات المحلية كما نجحت في المحافظة على خصوصيتها كحركة إسلامية ملتصقة بالبيئة المغربية وليست لها أي ارتباطات تنظيمية بحركات إسلامية خارج تراب الوطني وساهم مفكروها ومتقفوها في إشاعة فكر إسلامي معتدل ينهل من مدرسة المقاصد كما تبلورت في الغربي الإسلامي طبعا هذه الحركة استفادت من الترات الحركي والفكري لجماعة الإخوان المسلمين وغيرها لكنها رفضت بشكل قاطع ومنذ وقت مبكر فكرة الالتحاق بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان مثلا لقد لعب حزب العدالة والتنمية دورا محوريا في إنجاح التجربة المغربية وتفاعل مع الربيع العربي بواسطة عرض سياسي تمثل في شعار الإصلاح في ظل الاستقرار وهو ما لقي استجابة معتبرة في الانتخابات التشريعية التي جرت تنظيمها يوم 25 نوانبر 2011 وبوأته الرتبة الأولى بمية وسبعة مقعد في مجلس النواب لأول مرة في تاريخ المغرب كما حصل أيضا على الرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات في الانتخابات الجماعية والجهوية التي أجريت قبل سنة أي في سنة 2015 واليوم انطلقت الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب وسنعيش في المغرب حملة انتخابية ساخنة ستفرز بدون شك انطلاق مرحلة جديدة إما ستعطي لمصار الإصلاح دفعة جديدة أو ستفتح البلاد على سيناريوهات أخرى في قلب هذه النقاشات التي عرفها الحزب في بداية تأسيسه وأيضا الحركة تبلورت فكرة التخصص وتمييز العمل السياسي عن باقي مناشط الحركة وظهر بأن هناك حاجة إلى التمييز بين مجال الدعوة ومجال السياسة بين مستلزمات العمل الدعوي ومستلزمات العمل السياسي وفي هذا الإطار انتهى النقاش إلى بلورة ورقة مفصلة لتوضيح علاقة التمايز بين الحزب السياسي والجماعة الدعوية أبرزت أن من نتائج سياسة التخصص المعتمدة انتهاج سياسة متدرجة للتمايز على مستوى الوظائف والتمايز على مستوى الرموز والتمايز على مستوى الخطاب لقد كان من أهم التحولات التي عرفها تنظيم الحركة الانتقال من تنظيم محوري ومركزي بهيكلة هرمية إلى تنظيم مرن يجمعه مقصد إقامة الدين وإصلاح المجتمع الذي تلتقه حوله مؤسسات وهيئات مستقلة تنظيميا تجمعها شراكة استراتيجية في إطار خدمة نفس المشروع وهكذا خرجت الحركة من التمحور حول الجماعة إلى التمحور حول الرسالة ومن وحدة التنظيم إلى وحدة المشروع فأصبح هدف التنظيم الأساس ليس هو تجميع الأنصار وتكتير الأعضاء بل هو حمل الرسالة وإحداث الأثر في الواقع مع نهج فلسفة التمايز على مستوى الوظائف والرموز والخطاب لقد كان من سماية هذا التمايز أن الحركة لم تعد تهتم بالعمل السياسي المباشر واليومي المتعلق بالانتخابات والتنافس لعضوية المؤسسات فالحركة لا تتدخل في رسم السياسات والبرامج والمواقف السياسية المعتمدة من طرف الحزب وهذا الأخير له قيادة مستقلة منتخبة من طرف أعضاء الحزب لكن هذا لا يمنع من وجود فضاءات للتواصل وتبادل النقاش مثل محطة مجلس الشورى داخل الحركة التي تحضرها بعض القيادات الحزبية باعتبار عضويتها في الحركة دون أن يلزم هذا النقاش مؤسسة الحزب وقيادته في شيء كما يحرص الحزب على تجنب توظيف الشعارات الدينية في العمل السياسي وتعبر الحركة من جهتها على نسبية البرامج السياسية وزمنيتها إن من أهم نتائج هذا التمايز هو تمكين العمل الدعوي من الاستقلالية دون أن يخضع بشكل مباشر لتقلبات العمل السياسي وإكراهاته وبالمقابل يسمح للعمل السياسي الحزبي بالتطور دون أن يؤثر على العمل الدعوي وبرامجه ويبقى المهم هو أن الفصل التنظيمي بين العمل الدعوي والعمل السياسي يستبطن أطروحة نظرية في كيفية ضبط العلاقة بين الدين والسياسة باعتبارهما مجالين متميزين مختلفين حتى وإن كانت منطلقات الممارسة السياسية تستند إلى المرجعية الإسلامية فإن المواضيع التي يشتغل عليها السياسي تبقى مواضيع محكومة بطبيعة المجال الذي تنتمي إليه وهو المجال السياسي المحكوم بالنسبية وبتنافسية البرامج والمشاريع والتي هي بطبيعتها اجتهادية وضنية وليست محسومة بالنصوص القطعية السياق الجيوسياسي يتأكد دوره هذه العامل في طبيعة الاختيارات الإسلامية دقيقتين وأن في طبيعة الاختيارات حزب العادلة والتنمية هو أن المغرب باعتباره جزء من المجتمع الدولي وهو أضو في هيكل ومؤسساته والمغرب مصادق على الكثير من الاتفاقيات الدولية والمغرب تربط علاقات شركة مع الاتحاد الأوروبي سواء على المستوى الديمقراطية أو على المستوى الانخراط في عدد من المؤسسات مثل الجمعية البرلمانية أصبح ملزماً بتفعيل الكثير من المواثيق الدولية التي تتطلب منه الكثير من الاجتهاد والإبداع لبلورة مقاربات وبرامج ملموسة خاصة فيما يتعلق بقضايا الحرية والديمقراطية والتنمية وما يرتبط بقضايا الحقوق الفردية والجماعية وحقوق المرأة وقضايا التعددية إلى آخر الخلاصة إن الخلاصتين سريعتين إن الحركات الإسلامية هي حركات اجتماعية بالدرجة الأولى صحيح يلعب الدين دوراً مهماً في تشكيل تصوراتها ومواقفها حول قضايا الدولة والمجتمع لكنها كسائر التجمعات الإنسانية تبقى محكومة بقواعد الاجتماع البشري وبقوانين التطور وهو ما يجعل مثلاً من أطروحة التمايز بين الدعو والسياسي مرشحة للتطور أكثر لضبط العلاقة بين الدين والسياسة التحدي الثاني وهو تحدي وجود الدولة الحديثة القوي الذي لا يمكن إنكاره فالأحزاب والحركات الإسلامية اعتبرت الدولة الحديثة أمراً مفروغاً منه واعتبرته ظاهرةً صالحة لكل زمان رغم الإشكالات التي تطرحها على مجموعة من القيم الإسلامية الإشكال التي سوف تطرح وأقترح عليكم أن نطور التفكير فيها في هذه الندوة وهو هل يمكن اعتبار الدولة الحديثة أداةً محايدة للحكم يمكن استخدامها لتنفيذ وظائف معينة طبقاً لاختيارات الحاكمين وقراراتهم بما في ذلك إمكانية التطبيق السليم للقيم المتأصلة في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة دون المس بمقتضيات الدولة الحديثة وما تستلزمه من إجراءات شكراً لكم وأعتذر السيد الرئيس إن تجاوزت بدقيقة واحدة أو دقيقتين شكراً لكم